سعت وزارة الاستثمار إلى عمل تحسينات وإنشاء تنظيمات جديدة تسهم في سرعة إنجاز المعاملات والمهام للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار جاءت هذه التنظيمات الجديدة في تطلعات طموحة مواكبة لرؤية المملكة 2030 ومن أبرز تلك التنظيمات إنشاء مركز يسمى بمركز الخدمة الشامل من مهامه وضع مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار ويكون لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل الجهات بناء على اقتراح من وزير الاستثمار ويعمل المركز تحت إشراف الوزير ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخص ويعزز التنظيم الجديد للوزارة تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة وتطوير وتنوع الفرص وجذب المستثمرين الأجانب إلى جميع القطاعات الاقتصادية وكان الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة في عام 2020 بلغ أكثر من أربعة مليار وسبعمائة مليون دولار حيث سجل نموه السنوي للعام الثالث على التوالي حيث كان قد ارتفع بواحد وثمانية عشر في المئة في عام 2018 ثم واحد واربعة عشر في المئة في 2019 وأخيرا إلى أربعة في المئة في عام 2020 ترجمة نانسي قنقر